شكرا لك فرق عنها هذه الجولة الرياضية إذن نختم من عنابة حيث يشكل اقتناء الجياد العربية وتربية الخيول موروثا أساسيا لدى بعض العائلات بولاية تيموشنت التفاصيل مع حميد عواتي تربية الخيول إحدى الهوايات المفضلة لدى في أواسع من سكان مدينة عن تيموشنت منهم من يمارسها في أجواء تقليدية حيث تمثل بالنسبة لهم أحد مكونات الهوية التاريخية فيما يحبظ البعض الآخر الاستثمار في تربية هذا الحيوان حضر عنا مركب قرية سياحية دورين بيتش كلوب في ترقى وعاولنا نديروا دي كاليش من بسكرة وبالبليش العواد ندعنا لسواح الجزائريين خاصة والأجنبيين بصفة عامة هناك فكرة باش تكون استثمارات في تربية الخيل بطريقة عصرية لإحتياجات أولا إحتياجات سياحية يعني كما قال لك أنه ممكن تستعمل هذه الخيول في مجالات شتى وخاصة بالنسبة للسياح اقتناء الجياد العربية يشكل موروثا أساسيا لدى بعض العائلات من الأبي إلى الإبن حيث اقترنا اسم بعض الجياد أحيانا بأسماء مربيها قال عودة عجبك زين دير له سوما شريف وروح لعب فوقها ولا دير واحد يرعب فوقها فوت بيع عام ولا عامين ولا بعد يطلقها عادي فساكيما إحنا يا كابلة خيام اللي من ربي الخيل من قدوش نتركوهم سعي مربو الخيول ومبتغاهم بولاية عن تموشن تعد خطوة مهمة لتعزيز التراف العربي المتمثل في تربية الخيول العربية الأصيلة وصولا بها إلى المحطات العالمية المختصة في هذا الشأن وتطويره